تطور بالغ الأهمية والخطورة ترى على مجريات الأحداث في المنطقة حرب السفن تعود مرة أخرى فبعد الهجوم على ميناء الفجير الشهر الماضي تعرضت ناقلتا نفط لانفجارات وحرائق صباح الخميس في مياه خليج عمان حالة التأهب أعلنت ويبدو أن النيران التي التهمت أجزاء من السفنتين ستعيد خلط الكثير من الأوراق وقد تعيد المنطقة مرة أخرى إلى حافة المواجهة أضرار بالغ أصابت السفنتين إحداهما نرويجية تسمى فرونت ألتر وتشغلها شركة الشحن النرويجية فرونت لاين تهدفها طوربيد بعد أن شحنت حملتها من نفط أبو ظبي أما الثانية واسمها كوكوكا كارديجيس وهي سفينة سنغافورية تشغلها شركة كوكوكا سانجيو اليابانية بيد أن الأضرار كانت أكثر عمقا على السلم والأمن في المنطقة التي ظلت دوما واحدة من أكثر مناطق العالم قابلية للهب والاشتعال بدى لافتا أن وسائل إعلام إيرانية وأخرى مقربة من طهران كانت السباقة في بث أخبار الهجومين ومع ذلك حرصت إيران كما كانت تفعل دوما على نفي صلتها بالهجومين واستبقت أي أصابع اتهام قد توجه إليها بالتصريحات لوزير خارجيتها محمد جواد ضريف قال فيها أن تزامن الهجومين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران مثير للشبهات وكان آبي قد التقى خامنعي سعيا لتهديئة التوترات بين واشنطن وطهران التي كانت قد هددت أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرموس في الخليج العربي ردا على العقوبات الأمريكية على لسان أكثر من مسؤول من بينهم ضريف إذا تخذت الولايات المتحدة الإجراء الجنونية لمنعنا من استخدام مضيق هرموس كممر آمن لمبيعات نفطنا عليها أن تستعد للعواقب إن منعنا من استخدام مياه الخليج لغرض أمننا القومية فلماذا علينا أن نضمن أمنها؟ الرئيس الإيراني حسن روحاني لوحه الآخر بإيقاف تصدير النفط عبر الخليج حال تحرك أمريكا لمنع الشحنات الخام الإيراني كما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن أي حضر على تصدير النفط الإيراني يعني أن أي دولة أخرى لن تقوم بتصدير نفطها تهديدات كررها رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في نيسان الماضي بينما ذهب مستشار القيادة العسكرية الإيرانية مرتضى قرباني إلى أبعد من ذلك بالقول إن إيران قادرة على إلقاء السفن الأمريكية إلى قاع البحر باستخدام أسلحة وصفها بالسرية ما زال الغموض يحيط بتفاصيل العملية والفاعل والمستفيد وما إذا كانت اليد التي خربت سفن الفجيرة هي ذاتها التي أشعلت سفن خليج عمان لكنها على ما يبدو تندرج ضمن حرب الملاحة التي إن تواصلت فإنها ستعني تحويل الصراع البارد بين واشنطن وحلفائها مع إيران إلى صراع ساخن عنوانه نفط الخليج العربي ومياهه ترجمة نانسي قنقر